صفحة اتنين أو اللوحة التانية احنا لسه بنتكلم في ان الموازنة هي الاعلى انفاقا على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمار التنموي اللي بينعاكس تاني على سيادتك ازاي بنستوفي نسب الاستحقاق الدستوري للصحة كما نص عليها الدستور التعليم قبل الجامعي كما نص عليها الدستور التعليم العالي ألا وهو التعليم الجامعي البحث العلمي اللي هو ما بعد بقى الجامعة المجلسة والدكتورة والأبحاث المختلفة في موازنة 22-23 الصحة كانت في 21-275 او يعني 21-22 يعني 22-75 وستة من عشر بقينا 310 او ان شاء الله هنبقى 310 طب نسبة زيادة مخصصات الصحة انا بحقق زيادات اهو في المخصص يعني عمال بضخ تبقى دقيق 12.5% الأدوية تحديداً نسبة زيادة فيها 6.6% لأننا كنت بصرف 13.7 مليار جنيه بقوا 14.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 6.6% طيب دعم برامج التأمين الصحي وانا هقولها لك اللي قلتقولك تقريباً 3-4 مرات قبل كده على فترات قد تكون متبعدة او متنسرة زمان اوباما كان عشان ينجح في الانتخابات باراك اوباما فقدم في برنامجه الانتخابي انه هيعمل تأمين صحي تحت مسمى اوباما كير تعداد الولايات المتحدة الامريكية تقريباً 300 مليون مواطن تخيل اوباما كير كان بيستهدف بقى انه هيضم للتأمين الصحي كام كده قل انت يعني امريكا اكبر اقتصاد في العالم العملة الاولى على المستوى الدولي في التدول الاقتصادي امريكا رئيس مجلس ادارة العالم قالك ان شاء الله هندخل 50 مليون مواطن من 300 مليون مواطن السودس يعني يا لحدة بنتكلم في ايه 16% حاجة زي كده طيب انت هنا بتشتغل على برنامج تأمين صحي علشان يشمل 110 مليون مواطن الرضع والاطفال والمراهقين والشباب والرجال والكهول والشيوخ الى اخره طيب انا في 21-22 كنت بصرف واحد واثنين من عشرة مليار جنيه في 22-23 ان شاء الله هصرف واحد وثمانية من عشرة مليار طيب انا كده بزود في التأمين الصحي قد ايه 50% تعال نشوف التعليم التعليم قبل الجامعة لحد نهاية المراحل السنوية كنت بصرف 256 مليار مستهدف 317 مليار في العام المالي اللي جاي طيب نسبة الزيادة 23.8 ثانية من عشرة زيادة يعني مفيش حاجة ثابتة ولا في حاجة قلت كل ده وانا في ازمة اقتصادية عالمية تاني ماشي طيب التعليم العالي كان 132 مليار هيبقى 159.2 من عشرة نسبة زيادته قد ايه تقريباً الخمس 20.5% طيب زيادة مخاصصات البحثة كل دي منصوصة لها في الدستور ان احنا لازم نزود تعال نشوف 23.7 من عشرة نسبة الزيادة من 64 ل 79.3 من عشرة عمال هاتلي هنا زيادة او هاتلي هنا بالتحديد حاجة ثابتة في معدل انفاق هاتلي هنا لقدر الله حاجة قلت في معدل الانفاق العكس صحيح الكل زيادة الكل زيادة